انتعاشة ملحوظة للريال اليمني امام العملات الاجنبية الواضح ان هذه الانتعاشة ليست من فراغ بقدر ما هي نتيجة لتظافر العديد من العوامل المحلية والدولية اولها الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بالشراكة مع البنك المركزي واسفرت عن تحديد سعر الدولار الواحد بخمسمائة وسبعين ريالا البنك اشار في بيان له ان هذا التعديل يأتي لتغطية الاعتمادات البنكية للسلاع الاساسية الممولة من الوديعة السعودية والموارد الذاتية للبنك وكذلك لتغطية اسعار بيع العملات للحالات المرضية مؤكدا التزامه بتغطية متطلبات المواد الاساسية وفق سياسة مرنة في اسعار العملات بحيث يكون قريبا من الاسعار الحقيقية للسوق بناقص عشر الى خمس عشرة نقطة رئيس الحكومة اكد من جانبه حرص الحكومة والبنك المركزي واللجنة الاقتصادية على دعم البنوك والقطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة مشيرا الى ضرورة دعم القطاع المصرفي وتعزيز قدرته للتغلب على التحديات وتسهيل تجارة السلاع الاساسية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية هذه الاجراءات تتزامن مع ما كشفه دبلوماسيون غربيون عن شروع بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا في اعداد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي للتعامل بصورة خاصة مع الازمة الانسانية المتفاقمة موضحين ان عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمسة التي اعلنها وكيل الامين العام منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك امام مجلس الامن الاسبوع الماضي والتي تتضمن وقف الاعمال العدائية على جميع البنى التحتية والمرافق التي تعتمد عليها عمليات الاغاثة بالاضافة الى حماية امدادات الاغذية والسلع الاساسية في جميع انحاء البلاد وعملية ضخ سريع من النقد الاجنب في الاقتصاد وزيادة التمويل والدعم للعمليات الانسانية وتلك مقدمة لجمع الاطراف المتحاربة للانخراط بشكل كامل مع الامم المتحدة في عملية تفاوض لانهاء الصراع المحتدم منذ اكثر من اربعة اعوام